السلام عليكم اهلا بكم النهاردة هقولكم على اضافة بسيطة عشان نحول الخلطة بتاعتنا اللي بنعملها كلنا للطعم تاني خالص يعني الاضافة البسيطة اللي احنا هنحطها دي او اضافتين في بعضنا بيحط اضافة وفيه بيتجاهل اضافة تانية لكن احنا لو اضفناهم الاتنين الاضافتين دول هم سر الخلطة بتاعتنا اللي هيوديها في طعم تاني خالص فالمكونات بتاعتنا بتاعت الخلطة بتاعتنا النهاردة دي كباية من النشا ودي كمان كباية من السكر البودر هنضيفها على النشا بتاعنا ده وبعد كده كمان عندنا كباية من السوداني المجروش ممكن يبقى مكسرات ممكن أي حاجة وكمان ممكن تضيف عليها نصف كباية من جزء الهند كمان عندنا هنا نصف كباية من الرز المطحون ناعم ومنخول ويعني مش هنزود عن كده عشان المعيار بتاعنا يطلع مزبوط بعد كده في عندنا كمان إضافة بنحط كمان كباية من السمسم نكون محمصينه يكون السمسم الأبيض عشان بيبقى يعني أنضفوا أحلى من السمسم الأحمر وبنسخنه وبنحمصه زي ما حمصنا السوداني قبل ما نحط بعد كده أنا عندي كمان هنا إضافة دي الكمية دي مش مختبطين بها نحط عينا نصف كباية من اللبن البودر أو ممكن تضيف كباية لأنه إحنا بعد ما بنيجي نستعمل الخلطة بتاعتنا وواضح طبعا من مكوناتها أنه هي السحلب الجميل بتاعنا اللي هو المشروب الحلو أو المفضل عندنا في الشتاء فاللبن البودر هنا إحنا بنضيف منه نصف كباية أو كباية لأن إحنا لما بنيجي نحضر كباية السحلب بنضيف بقى إيه إما لبن حليب في بعض الناس بتكتفي باللبن اللي هو موجود البودر موجود في الخلطة بتاعتنا دي وتحط المياه المغلية وكفاية لكن يعني اللي بيحب بقى يحط اللي بيكتفي بكده ممكن بقى يزود اللبن البودر عشان يبقى طعم السحلب حالو لكن لو اللبن قليل بنحط بقى اللبن الحليب المغلي وبنضيف عليه معلقة صغيرة أو معلقتين علشان نعمل كباية أو مجزة يده مجزة يده كده من السحلب بناخد معلقة صغيرة معلقة الشاي نعير كده معلقة من الخلطة بتاعتنا دي كده بعد ما نشوف الإضافتين السحريتين اللي احنا قلنا عليهم بناخد معلقتين كده من صغيرين على عيار الكباية أو معلقة صغيرة حسب ما انت بتحب إيه تقل إيه السحلب بتشربيه إزاي هنا الإضافة بقى التانية اللي بتخلي برضو الطعم بيروح في حتة تانية خالص وبيخليه حلو اللي هو بنجيب إيه الكريم شنطية الخام أنا جبت منه هنا نص كباية وهي هضيفها هنا عليها هوت إيه ده الكريم شنطية الخام ده بيدي له طعم بقى مميز خالص وكمان لسه في إضافة تانية اللي هي أساسية وهمة أكتر من إيه إضافة الكريم شنطية يعني كل ما نحط حاجة إحنا بنقلب ولو عايزة إيه تضع في بقى الكميات دي تتملي بقى البرطمانات كلها اللي عندك في البيت مشروب الشتة المفضل ليك ولضيوفك ولولادك ومشروب صحي يعني مغزي جدا هي في الإضافة بقى الأخيرة عشان ما ننساهاش اللي هي فيها اللي عند العطارة هتلاقي حاجة اسمها السحلب خام السحلب خام يعني ده ده اسمه مشروب السحلب الخلطة اللي احنا بنعملها دي لكن فيه ناس بتنسى بقى إيه الإضافة الأساسية اللي هي بتاعة مشروب السحلب فيه حاجة اسمها السحلب خام بيبقى بالشكل ده طعمه لو لمست حتة كده على طرف لسانك هتحس فعلا بطعم السحلب فيها فاللي بيميز الطعم أكتر بقى ويديك النكهة القوية اللي انت بقى ايه مش تكتفي بقى بالخلطة دي كده وخلاص لا احنا هنضيف بقى بعد ما أضفنا الكريمشان دي هنضيف المعلقتين من السحلب الخام دول وهنقلب بقى كويس قوي ده بالنسبة للعيار اللي احنا عملنا ممكن معادي ممكن ثلاثة هيدعملك الطعم جامد جدا وتحس ان السحلب ده مميز عن اي سحلب انت بتشرب فكده بقى يعني جهزت عندنا الخلطة بتاعتنا الجميلة نعبي بقى البرطمنات ونعمل احلى كباية سحلب سواء باللبن او نغير اللبن عملنا باللبن يبقى نغلي اللبن ايه ما نحطه بقى في الكسرولة ونغليه مرة واحدة او نعمله كشري في الكباية بنحط السحلب وفوق الميال او اللبن المغلي ودي بقى السر اللي قلنا لكم عليه اللي هو السحلب الخام وكريم شنطية يعني الاتنين دول مجتمعين في تكوينة السحلب بيخلي الطعم مميز جدا جدا اتمنى الفكرة تعجبكم وتجربوها وان شاء الله تعجبكم وتخلوش علي بلاك والشير واشتراهوك في القناة نعمل كباية السحلب دلوقتي ونشوفها ونشربها بعض وبعد ودي كباية السحلب اللي عملناها من الخلطة بتاعتنا اللي نصع منها دلوقتي اغلينا اللبن واخدنا معلقتين من معلقت الشاي بالشكل ده على معلقة سكر وعملنا احلى كباية السحلب وتقل السحلب ده بيرجع عليك انت شوف انت ما عايزة تقل ده او اكتر وده في ايديك واحلى السحلب وبالهنة والصحة لينا ولولادنا ولدي شوفنا تقل ده او 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 شكرا